السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات كرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا لحلقة ديال تسعود في شارس أولاً كنم بغير نبارك لكم العيد يا إخوان برؤك عيدكم نتمنى أنه تكون دوسوا واحد العيد مبارك إن شاء الله وخل أجواء رهناك تشوي في أوروبا إجمالاً ولكن الله يدخل عليكم بالصحة العافية المهم هو أنه الواحد يحيي السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخصي إخوان الأخبار ديالهم هنطرقوا الأجواء ديال العيد في إيطاليا بعض الصور من مختلف المدن المراقبة ديال الشرطة وكذلك الاحتجاج ديال الجمعيات ديال الرفق بالحيوان اللي كل سنة كينوضو للجالية المسلمة هنطرقوا هذا الموضوع وغنتكلموا ليه كيف ما غنتكلموا كذلك للرحلة ديالي اللي كانت عندي البارح يعني سافرت من إيطاليا إلى المغرب أنا ما بين هذوك الناس اللي عندهم جوج ديال الجرعات وتعاديت ولذلك غتشوفي إخوان الصرامة اللي كيناء في المطارات على حساب تجربة ديالي الشخصية وكل واحد يخوانه التجارب دياله هنطرقوا كذلك في هذه الفقرة الخلاصة ديال الشروط الدهب إلى المغرب وغنتكلموا على إنقاذ شاب مغربي من الغارق اللي كان غايتوفى وحاليا راه في العناية المركزة الله يشافيه الوالي دي هنطرقوا على وفاة مواطن مغربي في حادثة ديال الدهس بالقطار وغنتكلموا كذلك على المواطن المغربي اللي عنده 17 سنة أول إغراق في المسبح ديال مدينة فرنس تحقيق مازال مستمر جوج ديال المطنجرة اللي كانوا في المسبح تم الاستماع إليهم من نيابة العامة ديال مدينة فرنس وشوفوا يا إخوان الجديد ناهيك على أنه دائما رفض الفقرة غنتكلموا على وحد سيدة قالت بالله أنه مغربية ولكن أنا عندي الشكوك ديالي يا إخوان حول هذه المعلومة بنسبة كبيرة ماشي مغربية ولكن شوفوا كيفاش نصباتي إخوان على وحد كوافور في 750 ديال الأورو طريقة يا إخوان ديال الأفلام ودك شمرت باليه منذ أيام غنتكلموا كذلك يا إخوان وهذا موضوع غايف الأهمية هو التخوف ديال أنه ألماني كل عنده واحد ركود اقتصادي خيب بزاف يعني كل عنده تراجع في الاقتصاد ولنهارة ألماني كل نهارة الدول اللي مجاورينها ودول ديالتحاد الأوروبي لأنه تعتبر هي القدوة ديالهم وهي لجرى الاقتصاد الأوروبي لذلك تخوف كبير خصوصا أنه يوم الاثنين الغاز الروسي فقرة مهمة للغاية وكيفما العادة كنبغي نشكركم جزي للشكر على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ما مشتركاش الشاركة باش بقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة يا إخوان غنتكلموا على أجواء العيد من مختلف المدن الإيطالية وإجمالا من جامع المدن الأجواء كانت مزيانة ودازت الأمور على خير لكن والمؤسف هو أنه وهذا الشي اللي لاحظت أنا يعني في مختلف الدول الأوروبي اللي فعل نسبة الجالية المسلمة كثيرة بزاف الصحف الوطنية ديال هذوك الدول كتفاعل منك تكون شي مناسبة ومنك يكون شي أعياد إلا أنه هنا في إيطاليا للأسف ما كانت تشي صحيفة كبيرة اللي تكلمت على العيد ديال الأضحى أو قالت بالله أنه هناك واحد العيد وتكلموا عليه كيتكلموا عليه عير الصحف المحلية اللي هي صغيرة ولذلك بزاف ديال المرات كيخرجوا السياسيين وكيخرجوا شي ناس اللي فيهم بزاف ديال الفهمة ما بين الناس اللي هم يمينيين وتيقول لك اللارة خاص الانتغراتسيوني خاص الاندماج لهاد الناس اللي هم يكي يجو من خارج إيطاليا ولكن الآصح يجب الكلام على الانتغراتسيوني يعني ما شعر أنا اللي كنتقرب منك وأنا اللي بغين ولي بحالك وأنا اللي كنعرف التقاليد ديالك وكنعرف العدد ديالك بل خاص يكون واحد التقرب من ناحيتين إلا بشيت عندك أنا جوز الخطوات جي عندي انت خطوة وعلى الأقل هاكي يكون عندنا واحد المجتمع لفي اندماج وفي سلم والسلام إلا أنه الصحف الإيطالية ما كتعونش يعني في عيوض ما أنها تتكلم على هذه الأعياد وتقدمهم للإيطاليين وتعرف بهم كين واحد الصمت راهيب ما كيتكلمش على هذا شيء بحالة تشي حاجة مواقعة الجوج ديال المليون ديال الناس اللي سكن في إيطاليا اللي هم يا مسلمين وللي هم عيدوا وعلى حساب بعض الأرقام يا إخوان اللي هي شبهة رسمية ركي تكلمو على تقريبا 300 ألف رأس غانم ما بين غانمي إخوان وماعز اللي تم الدبح ديالهم اليوم بمناسبة العيد ديال الأضحى ولذلك هات الصورة اللي كتشوفوا معي راه من مدينة باضوفا هذه الصورة كذلك من مدينة نابولي واللي يعني كتجمعوا المسلمين بمختلف الجنسيات ومختلف إخوان الأعراق وكذلك هناك ما قدي تشوفوا مدينة لينيانو صور جميلة صراحة كان من بعد صلاة العيد كان كذلك إخوان واحد الأكل والشرب يعني الناس كانت منظمة بزيان في اللينيانو كشكروا بزاف الناس ديال المسجد اللي واقفوا على هات الشي وكذلك كانت مدينة براتو هذه الصورة من وحدة من الأماكن اللي كي صليوا فيها لأنه وللأسف براتو ما فيش عير مصلاة وحدة فيها ثلاثة وكل عيد كيتقاموا ثلاثة الصلوات في أماكن مختلفة من بينها وحدة اللي فيها المغاربة بزاف وكذلك جنسيات أخرى لكن على العموم الأمور هادا سمزيان وكل شي بيخير وكيف ما كل سنة كينوضوا الجمعيات ديال الحقوق الحيوانات ولذلك حتى هاد العام يا إخوان كيتكلموا على أنه ذاك الشي اللي يدروا المسلمين غير قانوني وخاص يتوقفوا عدة مسائل مع العلم أنه ذاك السوبر مارشيت اللي عد نحنا يا طيوال السنة عامر بالحم ديال الأغنام والديال الأبقار وكل شي أرى تهم ويكيتم دمح ديالهم ماشي تدبح ديالهم كيتم القتل ديالهم ولذلك هادوك معلهم مش مشكل يعني قطع القطل وقطعوا ودوجهم السايف في المجافت مش مشكل ولكن بش تحتافل وإن أضحال بالنسبة للهم همايا وكانت صواد يا لها السيد اللي يعني مرخص له يعني عنده بحلا نقول وإخوار واحد البوطوار كيبيع الغنم وهنا را كين الشرطة وكل شي وكيتم التدبح عنده كل شي وهو كان في مدينة أدريا اللي كيبشوا عنده بزر ديالة الناس ولذلك هذا من بين القلائل اللي هما يمرخص لهم في حين أنه كيف ما تقول هذه الجمعية الناس اللي ما زال كتدوح في الجريدة ديالها في القاراج ديالها في البانيو ديال الدار ديالها الفاسكا أو في أماكن اللي هي وصد دار رها كثيرة وأنا صراحتني إخوان سابقا كنت كنحضركم دائما من هذه العملية لأنه كنت تعتبر دبيحة يا إخوان سرية يعني غير معلنة عنها وما كان لها كونترول طيب بلدتشي حاجة الناصي حركين عدة يا أنك التاجل عند قزار هو كيجيب لك يعني ديالك الدبيحة مصلوخة وكل شيء الأمور يعني مقضية أو أنه الواحد يلتاجئ الواحد من هذو كل باعات اللي بحالها تسيد عنده كل شيء مرخص كتتدخل عنده كتتدبح وكل شيء وكل شيء أموره واضحة أما في حين المراقبة ديال الشرطة ركتكون نهار العيد يعني كيوقفوا السيارات وتيقلبوهم وفي بعض حالات اللي السر يعطيه غرامات مالية الواحد يتجنب هات شيء مع العلم أنه الناس اللي عندهم مثلا جيران عندهم معهم صداع ومشاكين رأي يعني إش حاملوا واحد كيبلغوا عليه الجيران دياله عارفينه أنه ذاك شيء يدير غير قانوني وكيدبح في المنزل كعيطولي للشرطة ولازل وكيدجي وكيدروا غرامات وأتذكر حالة دي المواطن المغربين اللي يعطاهه كتر من ثلاثين ألف أورو مولطة هذه عطتها له لازل لأنه بسبب الدبيحة السرية وهذا الشرع ممكن أنه الواحد يتفاداه لأنه يمشي على القزار ويجيب لي يعني الدبيحة وواجدة أو أنه يتجع عند واحد الباعة اللي بحل هذا ومرخص لهم إلى كانوا في المنطقة ديالكم لأنه ما كيننش أو أنه الجمعيات الإسلامية يحاول يلقوا طريق بديلة مع البلدية يكون واحد الحوار يعني من دابة للسنة القادمة بدون نوجده البلدية اللي ساكن فيها المسجد إحنا بغينا نديره السنة القادمة يكون ذلك شيء قانوني واحد المكان اللي يكون يعني لازلوا واقف فعلي نخلصوا تحناية واحد العشرة ولا عشرين ولا ثلاثين أورو كل واحد بشيء دبحت المايا وتكون الأمور ديالنا واضحة هاتشاركي وقع في الدول الأوروبية وللأسف إيطاليا بقى متأخرى ولكن تدأخر ديال إيطاليا ليس فقط محسب على السرطة إيطاليا محسب كذلك على الجالية المسلمة اللي ما كتديرش مطالب حيث إلا طالبتين بشيء أشياء غيتعطلوا لك ولكن غيجي واحد نار وغاديقبلوا ولذلك رخص الإشياءات كذلك من الجمعيات ومن المساجد ديال المناطق ديالنا اللي كان في جميع إيطاليا فهذا الفقرة يا إخوان غامدوا بعدة أخبار تخص الجالية المغربية وغامدوا بمدينة ليدجونو اللي فيها اللاقو ماتجوري واحد البحيرة كبيرة واللي البارح كان غيغرق فيها الشاب مغربي لمزدد في سنة 2007 ولولا التدخل ديال المنقذين اللي كانوا تمايا الميت ناجورات وبعد الناس اللي كانوا تمايا كان غادي توفى يعني الدخلوا وخرجوا داروا للإسعافات الأولية بينهما جاتلا بلا نص وحاليا أراه في العناية المركزة الله يشافيه ورجل الله إلا دياله بكل خير في الحين أنه الشاب المغربي اللي عنده 17 سنة واللي يتكلم عنه توفى في المسبح ديال مدينة فرنس بزافية الناس بقد كتتسائل الميت ناجورات فين كانوا ذلك الوقاية لأنه الواحد يقدر يقول شخص الشاب يقدر يتهور ويتلح في الواد ويتوفى ولكن في الابسين كي يكونوا الميت ناجورات لذلك عندهم محدد دور كبير واللي بطبيع يتحلي إخوان تم الاستماع لليهم من النيابة العامة للمدينة فرنس هذي يومين عيطوا لهم وعطاهم عدة أسئلة لما كانوا يتواجدوا في الوقات الوقات الحادثة ام تعاقب لأنه الشاب رأغرق كيف أعطوه الإسعافات وأشمن النوع الإسعافات داروا لي لأنه الأمور غير واضحة وهذا الشاب الذي عنده 17 سنة أراه كان داخل في شانترو دي كوليانسا واحد المركز للإستدافة المهاجرين اللي هما غير مرفوقين قاسرين يعني صغار ومعندهم شي والأمر ديانهم كيكونوا في واحد الخيرية اللي كتكلف بيهم حتى كي يكبروا وليهم أتجور عني واللي بطبيعة الحال ديك النهاريات يعني فكنت تكلموا إخوان على نهار 15 شرصة من بين الأنشطة اللي كي نضموا هو أنهم يديوا الشباب إلى المسبح مشا هو والأصديقاء دياله شوية كان كي عمير بوحده غايبشوا الميت ناجرات غينقدوا لوقاية اللي غينزل الجسد دياله إلى الأسفل ديال الاب بيسين يعني السيد غرق لوقاية اللي هما بشو جبدوه غرق وعلى حسب ما يقولون المحققين يعني حسنية العامة دارت إعلانات باش النس اللي كانت فلاب بيسين ديك النهاريات وعنده صورة وعنده فيديو تسلم هالشرطة الإيطالية لأنهم هاتش يعيون في التحقيق وعلى حسب الأرقام اللي عندهم هاتش راه علميا إلى الواحد جاسوا سكسة قلبية والمدة لدازت ما بين السكسة القلبية والعملية للإنقاذ ما فاتتش دقيقة ونص يعني تسعين ثانية الإمكانية أنه يرجع لقلب دياله إلى النبض من جديد إمكانية كبيرة وفي أغلبية الحالات إلا ما فاتتش دقيقة ونص داك السياد يعني العملية للإنعاش الحمد لله كتخدم ولكن هو في القضية دياله ما خدموش كيتساءل علاش وبغني يعرف علاش وكيحاول يستمع للناس اللي كانوا حاضرين تمامايا خصوصا هات الشاب اللي اسم إلياس ما كان كيعاني من حتى شي مرض والأهم من هات الشي كامل هو أنه كان يعرف يعني ما كنقول الشخص اللي ما يعرف ش عوم كان يعرف عوم ربما يا إخوان جاه شي آلام ولا شي حاجة أثناء السباح طلاب الإغاثة هذي أجورات الأمور اللي كيدرون من أجل كوفيد وذلك شي راكين تحقيق من البوليس حول هات الشركة وكيطالبوا بعدة إخوان وطائق المهم تحقيق راكين الله يرحم هات الشاب اللي توف وحذار يا إخوان خصوصا في الأماكن اللي هي غير محروصة وخصوصا في الأماكن اللي هي ممنوع فيها السباح في حين أنه في خبر ثاني من مدينة كازيرتا هات الشي إخوان وقع في الأيام الماضية تقريبا هات يومين في حدود ساعة 12 و40 دقيقة ديال الزوال مواطن مغربي لتقريبا على حسب الشهود مواطن مغربي باقي المدار وش تشرحي إخوان ويأخذوا البصمة ديال وش يتأكدوا منه ولكن الناس اللي كتعرفوا ثم مايا يعني مهاجرين أخرين قالوا لأنه مغربي هات السيد مهما كان الحالي إخوان ترحموا عليه الله يرحموا كان بغي يقطع التران لأنه كان قاطع البناري وهات الشرك الوسطيبوه دائما ما خلش لوحد يقطع فوق السيكاك الحديدية راكين أماكن للعبور آمن يكونوا باساج اللي كون تحت الأرض يبعد الممرات اللي كتكون عند الضو الحمر والخضر يعني لوقاية اللي خلص تدوز وقت غيضربه في الدقة ما غيكون عنده حتى الإمكاني أنه يفراني ولذلك الجثمين ديالله رحموا ذكش اللي لقاوه منه راجمعه حالي نراف الفريق وذي المستشفى دي المدينة دي الكازيرتا وكنت منه للي الرحمة ولم خنتني جدا كيرا راي منذ بداية السنة تقريبا هذا هو المواطن الخامس أو السادس اللي كيتوف عن طريق إخوان استضامات ديال القيطار أما نجيين نحس بوحدة العاملية فاترة نكون وصلنا للعشر ولا أكثر في حين أنه هذا القيص إخوان راي يعني تكلمت عليها العديد من الصحف إيطالية وهذه إخوان قدروا نقولوا درس في الحياة اللي تعلموا هذا الحلاق إيطالي واللي خدم لوحد السيدة شعارها قالت بلأنه مغربية ولكن أنا عندي شكوك أنها مغربية لأنه هات السيدة مصابة وما كندنش أنه مصابة غدلي بجميع المعلومات ديال الحقيقية المهم اللي كان هو أنه هات السيدة قالت أنا مغربية وتكتبت في الصحف الإيطالية مغربية ولكن عندي عالمات استفهام حول واش مغربية ولله ولكن ذلك اللي سأعود لكم راي إخوان درس رونديفو سأقول أنك تخلصيني لأن تعطي العربون في الرونديفو وقالت إلا ما تخاف سنأتي لم يخلص تصبيق سأتي لأن سأتي مع التسعود يعني العمل الذي طلبتي عمل كثير والخلاص العمل الذي قام به هات الكوافور سبعمية وخمسين أورو سأقول لي هات السيد كيف سيطير بسبعمية وخمسين أورو هات السيد كيف يقول هواية وكيف ما عنده تصور دخلات شعرها كحل وقصير وخرجات شعرها طويل وشقر يا إخوان يعني أولا تشهبة واللي بطبيعة لإخوان ستقول كيف طويل الشعر سيكون واحد الحاجة التي صعيبة سيكون الترتامين اللي اسميته اكستيشن واللي هو واحد العمل الذي يطويل بالشعر المهم ما علينا دخلت مع التسعودي إخوان وبقا وقدروا لها بزاف العمل في الشعر لما خرجت حتى من البعض الس الس يعني مدة زمنية طويلة بزاف وهي كتدار معهم كتحاول أنها تواهمهم بلا أنه روحة الشخص لا بس عليه لأنه عند واحد الطاب في المدينة الفلال الفلانية والأبناء في نواصلين وعدة مسائل وحطت الساك لها تم ودارت معهم وقالت لهم بلا أنه ستجي الصديقة ستديها في العشية الوقت التي ستسال 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 الساك تعطلت ستعطلها في المنطقة الفلال الفلانية سأخرج عندك سأخرج عندها سأضع الساك لي المهم هم رأي الساك مارك وكل خاوي وعير فالسو وإخوان التمن 10 أورو ولذلك السيد قال المشكلة أنه مواطنين مغربية أنه السيد الصعب لا يمكن أن تدريب الهوية وحاجة التي لا تفهم أنه السيد يصور هم قبل ويصور من بعد وربما في بعض الحالات قبل يلوح كذلك تصور في المواقع التواصل مع الصفحة ولذلك عنده تصور وعنده الفيديو ويد ديالة قال نهار اثنين سيقدم بها دينونشا لأنه طريقة احترافية يعني السيد لم يكن لديه حتى شي نهائيا وقال لم يكن عارف بلا أنه سيخلص دكت من البداية يعني لم يكن سيضم من هرب عارف بلا أنه سيخلص 750 أورو ولذلك قصة لتكلمة على العديد من الصحف إيطالية ويعني كيف ما قلت لكم في الأول راه درس فهذا الفقر يا إخوان وكيف ما قلت لكم سابقا هو أنه البارح ما سجلش لأنه كان عندي واحد السفر إلى المغرب والحمد لله الأمور دازت بخير كان شوي ديال تكرفيس كان واحد الروطار اللي كسر من ساعة ولكن إجماليا الأمور بشسم جيد وفي هذا الفقر سأقول لكم الأشياء التي يستفد منها والتي يستفد منها وفي ما يخص بالتحديد المسألة الناس التي عندهم جوش الجرعات وتعادها لأنه بزاف الناس في هذه الحالة وكيف ما قلت لكم سابقا الناصحة لكم هو أنه تحليل بيتشاري وحيط أنا واحد من هذ الناس لا ينصح للناس ومشي أنا المطار بدون تحليل بيتشاري اللي في الحالة دي مثلا أنا يخلص لها 80 أورو لأنه هي في المعتاد ديرها 50 55 ولكن أنا قلت في مدة زمنية واجهزة في 24 ساعة ولذلك كانت طالعة شوية لكن هو أنه أنا من توجهت المطار توجهت المطار بكري شوية ولكن مع الترافيق وكل شي وصلت بقى لرحلة جوش سوية ونص ولذلك الحاجة اللي كنصح بهالناس هو أنه من غير يعني الزحم اللي غير يكون في الحام وما عندك كيف تسلق المطار هذا هو شيء من الأشياء اللي خاص تأخذه بعيد الاعتبار حاجة خلال مهم هو أنه من وسط ال الباليزات ومسائل تم في انك يطلب منك لديك تحليل المسائل اللي انت خاص تكون عندك أنا اعطيتها عير الورقة اللي كتبت أن اخذيت الجرعة الأولى الثانية والجرعة الثانية أنا آخر أخذيت في شهر ثم عملي فات والريسة كذلك غريم باس لالشيفاء قلت لي لا تستطيع تدوز هك لماذا قلت لي غريم باس لالشيفاء 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 وكنت كل مواطنة ايطالية التي مخدمت من موخاء الشركة كانت روايا اير ماروك ولكن لم تراحموش نهائيا في الآخر ايطالية التحليلة شاهدتها ودهرت الكنترول وعطتها لي ولذلك أنا شخصيا حكره معي وكل ما كان عندي الطمبون يكون رجعوني يعني مجد العالم لله شخص للمغرب وتوصل لتمايو على التحليلة يرجعوك لأن بعض المختبرات يقدر يكون عندك الوقت تلقى المختبر في المطار وكذلك التحليلة تخرج في الساعة ولكن دائرة 140 أورو إذا كنت تدير دائرة لا تدير في الضرب 50 أورو يعني دائرة يومين رفع 72 ساعة تقدر دائرتها يومين قبل الرحلة ولذلك هاتشين نقدر نقول لكم يا وفيما يخص الروطار اللي تكلم عليه طلعنا في الطيارة وابقنا تقريبا واحد الساعة وإحنا شركة روايا لأير ماروك وقالت لك نحن يرى ما نحن الغلط وفعل نرى ألمانيا هاتي الأيام أرى واقعة في المشكل وفوضى فوضى المطارات وقد تقول لكم أن ألمانيا كانت بحث على 7000 شخص الذين يخدمون عند هاتي يكونوا مهاجرين لكي الرحلات في الصيف يعني لا يتلغي ولي لم يحيوه لأن الناس الذين يقلبون عليها 7000 2000 شخص بالتحديد عربة شكاريكي ويسكاريكو البليزيز ولذلك نتكلم عن أن خصص في المطارات الأوروبية وبالتحديد الخاصص هي هذا مني تصل لرحلة لتعيش ذلك الخصص والذلك عطلنا ساعة وكانت شوية تكرفيس ولكن الحمد لله الأمور بخير وصلنا على خير وكانت ثلاثة الجرعات يقومون بلا تحليل بلا تشي حاجة الناس الذين قل من 12 سنة يقومون بلا تحليل بلا تشي حاجة الناس الذين لديهم حتى 18 يعني 18 بقى لم يصلوا لها إذا عندهم الجرعات مثلا بحالي أنا الجرعة التانية في شرص من العمليفات لا يمكن مشكلة تقومون بها لا لدي السكاد الناس الذين لديهم 18 والفوق يجبون يجبون جالبين الثالثة ويجبون هانية لأنهم يجبون الثالثة ويجبون التحليل وإذا جاءت 80 أورو أو 50 أورو غالية وعند اللولة والثانية يجبون الثالثة والثالثة راه يعني لا تسنى بزاف لكي يعني لا تسنى الثالثة اليوم وتسافر غدا سيكون عندك على الثالثة ولكن لا تسنى 15 يوم يعني إذا لديك الثالثة أو قاتلك ثلث يوم أو 4 يوم لا تسنى مشكلة وفيما يخص الناس من الأول والثانية وتعادة وأراكذ ما قلت لكم سيبدأ تشاري فهذا الفقرة يا إخوان سنتكلموا على ألمانيا والأزمة للغاز التي ستكون لأنه ابتداء من اليوم الاثنين القادم روسيا ستقطع الأنبوب نورد ستريم واحد لألمانيا لإيطاليا وفرنسا يعني كانوا مستفدون منه عدة دول أوروبية وليوم الاثنين القادم ستسد وكين وعد أنه ستفتح نهار 27 ولكن هذا الوعد الألمانيين خايفين أنه روسيا لا تحترموش لأنه ضيجة حاليا هذا نورد نشوف الحرب الروسية على أوكراينا تم توقيف المشروع وحاليا ما سيبدأ ومن بدأت الأزمة وروسيا قلت الغاز اللي تسايفط في الأنبوب رقم واحد ألمانيين قالوا نفتح الأنبوب رقم جوج اللي هو مازال جديد ولكن الروسيين لا قبلوش والسبب أنه الغاز اللي تسايفط حاليا نقص طريقة كبيرة هو أنه الروسيين تقولوا البياس اللي عدنا ناقص في هذا الأنبوب باش نغيروه وحد توربينات اللي كان خاص الإصلاح سافطهم لشركة السيمينس اللي كان في كندا وهات شركة السيمينس رها ألمانية وبقوا حاصلين تم الوقات اللي جاو العقوبات تم توقيف جميع ذوك البياس اللي محتجاهم روسيا منهم هاد البياس دي اللي إخوان هاد الأنبوب وحاليا كينا نضغوطات ألمانية على كندا باش هاد توربينات يتم تسليم ديالهم وكينا أجوبة إيجابية من الحكومة الكندية باش يسلح ذاك العاطب ويولي الغاز يوصل بطريقة أحسن إلا أنه أوكراين يتم ناحية ديال لك تقول والألمانيين حتى هم مشاكل في هذه النقطة يقول لك لا را ما خسر لي موالو ولكن على الأقل نحن سنسلم توربينات على الأقل باش نحيدون يمو الحجة هاد الشركة يتحجو بي نحيدوه لهم ونشوف ما سنقوم يدير ولذلك التخوف الحالي هو أنه إلا تم توقيف الغاز الروسي على ألمانيا سيكون الركض اقتصادي إيطاليا والألمانيا لديهم علاقة يعني رائع المثال القطاع السيارات من أشهر القطاعات في ألمانيا أراه بزيف السيارات الألمانية تصيف طاليا ولذلك يكون ضرر على الاقتصادات الأخرى وهذا يقول ربما يصل إلى 10% الشركة الطاقة الألمانية تقول قلقين من هذا الحال ونكون أغبيا إلا لم يكن لدينا القلق لأنه كي نوعود أنه الأنبوب ما غيفتح نهار 21 ماشي 27 ولكن ما غيفتح للا ولا غيف يبقى مغلوق يعني كنت تكلم على أشياء اللي معليها الجواب وتخوف ات في المحل ديالها وحاليا ألمانيا كيف هكي في إيطاليا إيطاليا رأي شركة إخوان هي خاصة شرت خيارة من هذو البواخر اللي يجيب الغاز السائل ويرجعوه غاز كيف ما وصلنا لمنازل ديالنا وهو ما ينقلوه وفي نفس الوقت يبدلوا من سائل إلى غاز هذو البواخر هم غاليين بزاف شركة إيطاليا شرت وحدة منهم باق 350 مليون ديال الأورو وشرت وحدة ثانية وقالت بل أنه ما سيبدأ تخدم إلى غاية سنة 2024 ونفس المشكل هو عند ألمانيا شروا بعض الباخيرات من هذا النوع ولكن لا يستطيع أن يكون موجودين من نهاية السنة من أن يدخل البرد ولذلك يتساءل من غير أنه سيجعل مشاكل في تسخان المنازل ديالهم تسخان بالنسبة للدول راه هو أقل المشكل كل فتن ربما يلقوا حلول بديلة ولكن شركات بلا غاز وطاقة كهربائية لا يستطيع خدمه نهاية على أن ألمانيا صراحة هو البلد متقدم جدا فيما يخص طاقة البديلة طاقة نظيفة أو الخضراء وحاليا 50% تقريبا ويتم تصدر 40% الطاقة الكهربائية يتم توليد من طاقة نظيفة لكن تكلم عن الفرفارة التي كبار طاقة كهربائية القوة 80% احتياجات من الطاقة الكهربائية يتم توليد عن الطاقة نظيفة وحاليا القانون الألماني يلزم على جميع الجهات أنها تستغل على الأقل جوش من المساحة من أجل إنشاء الفرفارة الكبار التي يولد الطاقة الكهربائية من هنا إلى 10 سنوات القانون خاصة من لا بدهم يديرها ولذلك هم على الأقل متقدم من من هذه ناحية إيطاليا فهد الحالة رأي متأخر بزاف وكنتمنى أنه ما يكون شركوض اقتصادي في ألمانيا لأنه العواقب ستكون على كل شيء